صرح وزير الصناعة زغدار خلال إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للمناولات الصناعية في الطبعة السابعة التي تنظم من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 بقصر المعارض وقال زغدار إن مصالحه تعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على الصناعة الحقيقية فعلية للنهود بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات وفي هذا الصدد كشف الوزير عن التوجه نحو خلق صناعة حقيقية بمعدلات إدماج تصل إلى 40% خلال 5 سنوات من بداية نشاط التصنيع وأوضح المتحدث ذاته أنه هذا يكون من خلال خلق شراكة رابح رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا سلام